ننظم مجلس ضاحية الرحمانية التابع لدائرة الشؤون الضواحي والقرى مساء أمس ملتقى أهالي ضاحية الرحمانية الأولى وذلك بمقر ضاحية مويلح في حضور أو بحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى وأعضاء اللجنة المؤقتة للمجلس وأشدت الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي بالحضور الكبير والكثيف من قبل أهالي ضاحية الرحمانية للمشاركة في الملتقى الأول وحرصهم على التعارف والتلاقي الأمر الذي يبشر بمجلس ضاحية فاعل ضمن منظومة مجالس الضواحي في إمارة الشارقة مؤكدا أنه جار التجهيز حاليا لإنشاء مجلس ضاحية الحمرية ومجلس ضاحية الخالدية وعرب مدير دائرة شؤون الضواحي عن الاعتزاز بجهود صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسم وعضو المجلس العلا حاكم الشارقة في إنشاء مجالس الضواحي ترجمة نانسي قنقر